سنوات طويلة قضاها العراقيون في الظلام نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي الذي يمتد لفترة تصل إلى 15 ساعة في أغلب الأوقات فمع بداية كل فصل من فصول السنة تتجدد المأساة ويستمر الكابوس الملازم لهم منذ سنوات الأيام الماضية شهدت الأزمة فصلا جديدا من فصول التأزم هذه المرة في توليد الكهرباء وذلك بعد أن قلصت إيران إمداداتها من الغاز إلى العراق إلى خمسة ملايين متر مكعب في اليوم بعدما كانت تبلغ خمسين مليونا بسبب عدم دفع ديون مستحقة وفي محاولة لحل الأزمة وصل وزير الطاقة الإيراني إلى بغداد في إطار زيارة رسمية يلتقي خلالها برئيس الوزراء وزير التجارة لبحث الديون المستحقة لتصدير الغاز الإيراني وهو أمر مثير للاستغراب في بلد ينتج 4.5 مليون برمير من النفط يوميا العراق يعتمد بشكل كبير على إيران في استيراد الطاقة وبالرغم من العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران إلا أن واشنطن عملت على منح العراق إعفاءات من تلك العقوبات لحل أزمة الكهرباء واستمرار استيرادها من إيران في الوقت الذي تعمل فيه واشنطن على تخلص العراق من الاعتماد على طهران في استيراد الطاقة وهذا ما لا يروق للجارة التي تجد في العراق متنفسا اقتصاديا بسبب العقوبات التي دفعت باقتصادها إلى حفة الهاوية ويرى مراقبون أن الفساد المالي والإداري يشكل المعضلة الرئيسية التي تقف عائقا أمام تحسن واقع الكهرباء في العراق إذ تكشف الوثائق عجز الحكومات المتعاقبة في توفير الكهرباء رغم إنفاق عشرات مليارات الدولارات وهذا ما يجبر العراقيين على العيش في دوامة المعاناة ويزيد من أزماتهم